دار الكتب المصرية بتعتبر أول مكتبة وطنية في العالم العربي وتأسست سنة 1870 بموجب اقتراح من علي باشا مبارك وقتها كان ناظر ديوان المعارف بعدها أصدر الخديوي إسماعيل أمر بتأسيس دار للكتب القاهرة الكتب خانة الخديوية المصرية عشان تجمع المخطوطات والكتب النفيسة وتكون نواية لمكتبة عامة على نمط بقى دور الكتب الوطنية في أوروبا زي النهاردة تم واضح قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها لكي تبدأ صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري مشروع بكل تأكيد مهم وقتها طبعا وحتى الآن وبعد أكتر من 154 سنة أصبحت دار الكتب حافظة لذاكرة مصر وسجل تاريخي لوثائقها ومخطوطاتها المختلفة وكتبها النادرة كمان وبالمناسبة دي هنتكلم عن الدور الفكري والتراثي لدار الكتب مع عضفنا اللي منورنا فيه لستوديو دكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب سبع الخير عليك يا دكتور سبع الخير يا فاندم يا أهلا بيك يا فاندم وكل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بكل خير يا أهلا بيك في البداية طبعا لو نوضح للسادة المشاهدين ونعرفهم تفاصيل أكتر عن الدافع الرئيسي وراء إنشاء دار الكتب المصري الحقيقة في كل دولة من دول العالم اللي ليها تاريخ وتمتلك ثقافة بيكون هناك كيان يسمى المكتبة الوطنية المكتبة الوطنية عادة في كل دول العالم بيكون لها هدف محوري أساس يتمثل فيه جمع الإنتاج الفكري الوطني وصيانته وإجراء العمليات الفنية عليه وتيسير صبر الإفادة منه لضمان وصوله للأجيال المتعاقبة في مصر الحقيقة وقبل عام 1870 كانت هناك مجموعة من الظواهر السلبية أبرز الظواهر دي فكرة الإتجار بالكتب والإتجار بالكتب ده ترتب عليه خروج العديد من الكتب النفيسة والمخطوطات من مصر خارج البلاد لأن كانت الفترة دي مفيش قوانين أو تشريعات تحكم حماية الممتلكات الثقافية للدولة ده كان جانب الجانب الآخر أن كانت الكتب والمخطوطات النفيسة مشتتة في أركان الجمهورية ما بين المساجد والأضرحة والمكتبات الفرعية ومعاهد العلم والتكاية من هنا بقى جات الفكرة أن أحد المستنيرين المصريين المثقفين الوعيين وهو علي باشا مبارك زي ما حدقته فضلت كان قضى فترة من عمره في فرنسا في بعثة علمية لدراسة العلوم العسكرية وهناك تأثر بالثقافة الفرنسية وكان هو الحقيقة مثقف وواعي جدا واحتكب المكتبة الوطنية الفرنسية ووضع في قلبه أنه حينما يعود إلى أرض الوطن يحاول أنه يعرض الفكرة دي على المعنيين في الحكم بمصر لإنشاء مكتبة وطنية على غرار المكتبة الفرنسية وبالفعل عاد إلى مصر وطرح الفكرة على الخديوي إسماعيل وكانت الاستجابة فورية وصدر الفرمان 66 بتاريخ 23 مارس 1870 لتأسيس الكتب خانة الخديوية لجمع شتات الكتب والمخطوطات من مختلف الأماكن للحفاظ عليها عظيم جدا إذن إحنا عملنا الكتب والمخطوطات والوثائق معاملة الأثار بالضبط ودي حاجة جميلة جدا ويتم الحفاظ عليها للأجيال القادمة كمان ده الهدف الأساس من أي مكتبة وطنية الحقيقة طيب هل كل أنواع الكتب كل الوثائق كل المخطوطات موجودة في دار الكتب؟ بالضبط دار الكتب بتشتمل على مجموعة مختلفة من مصادر المعلومات أبرزها المخطوطات أوائل المطلوعات الكتب الدوريات مصادر المعلومات الإلكترونية زي سيدي أشرة تلكست ألبومات الصور الطوابع وغيرها من مصادر المعلومات وعايز أقول لحضرتك أن دار الكتب مش مجرد أول مكتبة وطنية في العالم العربي والشرق الأوسط وإنما هي أكبر مكتبة وطنية أيضا في المنطقة الكتب تمتلك ما يعادل 2 مليون عنوان كتاب بما يعادل 10 مليون مجلد بخلاف المخطوطات أكبر مجموعة مخطوطات عندنا حوالي 55 ألف مخطوط بخلاف الدوريات ما يقترب من 400 ألف مجلد دورية يعود بعضها لعام 1800 بخلاف البرديات والمسكوكات اللي من ضمنها دينار المشهور لعبد الملك بن مروان اللي يرجع تاريخه لسنة 70 هجرية أعتقد داي فندم خاد مجهود كبير جدا في عمليات البحث والتقصة عشان نوصل ليه إزاي تمت هذه العملية؟ الحقيقة من بداية نشأة دار الكتب وكان الفكرة الأساسية أن نحن نحافظ على المقتنى وعشان كده في مثل هذا اليوم يوم 29 يوليو 1870 صدر القرار الأول والقانون لتنظيم العمل بدار الكتب واللي كان يتكون حقيقة من 83 مادة شكلت الأساس للعمل في الدار وكان تركزها أكتر على الحفاظ على المقتنيات دي لضمان تسليمها للأجيال المتعاقبة عظيم جدا هل في أي تغيرات حاصرت على دار الكتب خلال السنوات اللي فاتت؟ الحقيقة في عدة تغيرات في النشأة زي ما حضرتك تفضلنا أن كانت البداية في سرايا مصطفى باشا فاضل ودي كانت في ضرب الجماميز والحقيقة مع انتشار الحركة الفكرية والصقافة في مصر والترجمات بدأت مجموعات الكتب والمخطوطات تزداد فأصبح المكان غير متسع لهذا الكامل من هنا جاءت الفكرة أن يتم إنشاء مقر آخر لدار الكتب وبالفعل تم نقل دار الكتب من ضرب الجماميز إلى باب اللوء إلى باب الخل أسف وكان الافتتاح للجمهور العام سنة 1904 واللي وضع حجر الأساس سنة 1899 على يد الخديو عباس حلمي التاني جات مرحلة تانية أن حتى هذا المكان لم يتسع للإنتاج الفكر المستمر للدولة المصرية ومفكريها فبدأ التفكير في مكان آخر أصبح الآن مبنى دار الكتب على كورنيش النيل تم وضع حجر الأساس سنة 1961 وفتتح رسميا سنة 1971 طيب هل دوره بيقتصر فقط على أنه أماكن أو مكان لحفظ الكتب والمخطوطات ولا بيتعدى دوره دا إلى دور آخر وهو أعتقد الأهم ثقافي وتنوير الحقيقة يعني أشكرك على السؤال دا لم يعد يقتصر دار الكتب على دورها التقليد اللي هو حفظ الإنتاج الفكر وإنما تعدت هذا الدور إلى الدور التنوير والتسقيف ونشر الوعي الثقافي والوطني في عموم المجتمع المصري سعيدها في دا الحقيقة أن دار الكتب يتبع حوالي 26 مكتبة فرعية منتشرة في عموم القاهرة الكبرى المكتبات دي بتقدم خدمات مختلفة منها لزاوي القدرات الخاصة وعندنا في المبنى الرئيسي قاعة متخصصة لزاوي القدرات الخاصة بتضم مجموعة من الأجهزة الحديثة والحاسبات الألية المجهزة للتعامل مع هذه الفئة بالإضافة إلى الورش العمل اللي بيتم تنفيذها على مدار العام منها الحاجات العملية بقى زي أعادة تدوير المخلفات تنمية الوعي الثقافي المصري الانتماء للوطن قراءة القصة للأطفال بحيث نغرس في الجيل الصاعد القيم والمبادئ اللي هي يعني افتقدناها طبعا مهم جدا لكن الحاجات بتقول إنه فيه 26 مكتبة متنقلة بتتبعها في القاهرة مكتبة سبتة بخلاف المكتبات المتنقلة لها دي بيكون الهدف منها الوصول للأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها أو غير متوفر لها دار الكتب المكتبات الفرعية منتشرة على مستوى القاهرة الكبرى لكن دار الكتب أيضا بتوصل للمكتبات أو مكتبات الأقلين في المحافظات المختلفة ده اللي عايزة تكلم عن المسؤال بالضبط لا ليها دور الحقيقة من خلال إنها بتزود المكتبات دي بمصادر المعلومات المختلفة يعني خلال العام السابق تقريبا نزودنا حوالي 51 مكتبة على مستوى محافظات الجمهورية طيب ده عظيم جدا هل فيه أي وجه للتعاوم ما بينكم وما بين الجامعات المختلفة ما بينكم وما بين المدارس زي ما حضرتك ذكرت أنه محتاجين نخلي الجيل الجديد جيل أكثر وعي من خلال طبعا نشر الثقافة والتنوير الحقيقة دار الكتب بتقوم بدورات تدريبية مختلفة لخدمة المجتمع زي ما حضرتك تفضلت 26 مكتبة بتخدم المجتمع المحيط خاصة المجتمع المدارس والجامعات فبالتالي بتخدم بشكل مباشر العمليات التعليمية والعمليات التسقفية والتوعوية وده دي نقطة مهمة جدا وصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في تكليفاته الأخيرة أشار إليها والوزارة الحقيقة بتشتغل عليها بمنتهى الجدية لأن التغيير الوعي هو الأساس لأي تقاط صحيح وأعتقد كمان من خلال المخطوطات الموجودة والكتب الأديمة الموجودة بتعتبر مرجع مهم جدا للبحثين الدكاترة الناس التام ماجستير وتام دكتورة أكيد بيرجعوا لكم في حاجة زي دي الحقيقة أنا عايزة أقول لحضرتك مش على مستوى مصري بس لكن دار الكتب مقصد للباحثين في مختلف أنحاء العالم لأنها زي ما سبقوا قلنا أنها بتضم مجموعة من أنظر المقتنيات طبعا وهي الأقدم كمان وهي الأقدم بالفعل في المنطقة فيظل ريادتها مستمرة ومصر دايما سباقة ومصر دايما ستظل برد الفكر والثقافة بمقتنياتها وبمثقف فيها الأوفياء طب داي خلينا بره نروح لنقطة مهمة جدا هل في أي نوع من التعاون ما بين دار الكتب في مصر ودول الكتب في الدول المجاورة في الدول العربية والدول الشقيقة الحقيقة في بداية النشأة كان التعاون محدود ولكن سرعان ما تم التعاون وفتح التبادل العلمي فيما يتعلق بالكتب على مستوى العالم وده الحقيقة زاد من مقتنيات دار الكتب وزاد من تمثيل السقافة المصرية في دول العالم المختلفة عندنا تبادل مع مختلف دول العالم ومختلف قرارات العالم بالتالي السقافة المصرية بتم تمثيلها عالميا وإحنا كمان بنستفيد أن نقتني مصادر المعلومات الأجنبية من خلال عملية التبادل المختلفة طبعا ده جميل جدا إيه أبرز المخطوطات الندرة الموجودة في دار الكتب؟ دار الكتب تمتلك العديد الحقيقة من مصادر المعلومات الندرة ربما كان من أبرزها مؤخرا الهيئة العامة لدار الكتب وثائق القومية برئاسة السؤال الدكتور أسامة طلعت احتفلت بالانتهاء من ترميم المصحف الحجازي وهو من المصاحف النادرة القديمة جدا المبكرة للهجرة ده حدث كان عظيم جدا بالإضافة إلى عندنا نسخة من مصحف عثمان عندنا الشهنامة وهي من روائع الأدب الفارسي عندنا مصاحف مكتوبة بماء الزهب عندنا مجموعة كبيرة من البرديات عندنا زي ما سبق وقلنا مجموعة كبيرة من المسكوكات العملات المعدنية يقترب لـ 13 ألف مسكوكة تؤرخ لأزمنة وعصور مختلفة في جمهورية مصر العربية طيب دكتور هل تم أرشافة هذه الوثائق إلكترونيا؟ الحقيقة في كم كبير من مقتنائات دار الكتب بالفعل تم رقمانتها وتحويلها إلى الشكل الرقمي ومع توجهات السيد الرئيس أيضا مؤخرا برقمانة جميع محتويات دار الكتب طبعا حفاظا على المحتويات الموجودة ده حقيقة لأن الرقمانة لدينا نوسخة إضافية صحيح الرقمانة بتحقق أكتر من هدف ربما الهدف الأول هو جعلها بصورة إلكترونية وبالتالي الوصول الأيصر لها من قبل المستفدين العامل الآخر أنا لما برقمان الوثيقة أنا بقلل الاحتكاك بالأصل فبالتالي بقدر أحتفظ بهذا الأصل أكبر فترة طبعا ممكنة وفي أصعب الظروف في حالة فقدان النسخة الأصلية بيكون عندي بكاب أو نسخة أخرى مرقمانة صحيح وأي حد ممكن يطلع على هذه النسخ من خلال كل موقع مثلا دار الكتب على الإنترنت فيقدر يوصلها حتى مش محتاج أنه يروح مثلا للمقار دار الكتب دار الكتب حاليا بتعكف في إجراء بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات لتسريع عملية الرقمانة لأن الكمل حقيقة كبير طبعا ولكن على قدم وصاق إن شاء الله ما فيش شك أنه هياخد وقت لكنه في النهاية زي ما بنقول أنه هو مهم جدا حدف منشول آه بنحفظ هذه المخططات لأنها ندرة زي ما بنقول وبيجي لها الناس من مختلف دول العالم عشان يطلع عليها لأن ده تاريخ ده حقيقة وتمثل قوة مصر النعمة طبعا ما فيش شك طيب خطتكو إيه اللي جاية فانتم في دار الكتب الفترة الجاية إن شاء الله التركيز أكتر على عمليات الرقمانة والتحول الإلكتروني سواء من خلال إتاحة المزيد من الخدمات عبر الإنترنت ده الكتب بتقدم العديد من خدمات من بداية خدمة الإطلاع الداخلي إلى البحث الإلكتروني إلى الإطلاع الإلكتروني في القاعة الرقمية بالإضافة إلى خدمة الرد على الاستفسارات الخدمة المرجعية إن شخص معين عنده تساؤل معين بتم مختص بيجيبه الإجابة بشكل مباشر عبر المراجع الموسقة ده الكتب كمان بتقدم خدمة الإداع والمرحلة الجاية إن شاء الله نشهد الإداع إداع الكتب ده وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية ودي حاجة من الحاجات اللي بتميز المكتبة الوطنية إن كل مصدر معلومات يصدر داخل الجمهورية بتم إداعه وفقاً للقانون أو إداع نسخ منه في المكتبة الوطنية بغرض الحفاظ عليه وبالتالي تشكيل الهوية المصرية عبر العقود والأزمنة المختلفة ده بيمثل ثقافة الدولة أو تاريخ الدولة بشكل عام عشان كده بنقول دار الكتب أو المكتبة الوطنية المصرية حافظة التراث والصخافة المصرية طيب نيجي بقى الحتة تانية وهي جمهور القراء إيه مطالب جمهور القراء منكم؟ وإنعكاسات مثلاً المعارض الكتاب يعني معارض القاهرة الدولي الكتاب والمعارض الأخرى الموجودة في كل أنحاء الجمهورية تقريباً كل محافظة ده تيبقى عندها معارض للكتاب إنعكاسات ده إيه عليكم دار الكتب؟ الحقيقة دار الكتب بتكون ممثلة في كل معارض الكتاب سواء الهيئة العامة للكتاب من خلال معارض القاهرة الدولي للكتاب بتم تمثيل دار الكتب من خلال جناح خاص بيها المعارض الفرعية اللي بتم إقامتها في مختلف محافظات الجمهورية دار الكتب بتبقى موجودة فيها وبتقدم الحقيقة خاصة مياصر للـ 25% لإصداراتها المختلفة لأن الهدف الآخر هو هدف تصقيفي توعوي وليس هدف أمادي وده المقطة اللي عايز أكلم حضرتك فيها وإحنا بنتكلم عن مطالب الجمهور من القراء إحنا عايزين نحافظ عليهم بل عايزين يزيدوا كمان عشان كده بسأل حضرتك هل لو كان ليهم مطالب معينة مثلا أنتوا بتأخذوها في الاعتبار ده حقيقة هو دي الوقت الاتجاه الأكتر لأن المستفيد عايز يبقى موجود في البيت ويتطلع دار الكتب بتشتغل على الموضوع ده الآن وعايز أقول لحضرتك أن دار الكتب بتقدم خدمتها بأسعار مناسبة جدا ده مهم بردو ولم يتم زيادتها مؤخرا خدمة للثقافة المصرية كل شكرا لك يا فندم حضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور مينا رامزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب شكرا جزيلا يا فندم